السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله مساءكم جميعا نهاردة من مرة الليلة اللي نفق في البيت في موضوع كان أحد الأخوة الكرام سألني عليه وحبيت أن احنا نتكلم فيه شوية مع بعض هو يعني السؤال بتاعه كان محدد أو سؤال نقدر نقول عليه محدود لكن احنا نسترد الموضوع بحيث نغطيه من جميع جوانبه الأخ الكريم كان بيسأل ايه الفرق بين الاستراليس وبين التراكر ده طبعا في الايفيكو طبعا احنا ما نيجي نتكلم عن موضوع زي كده ما ينفعش ان احنا يعني نحصره في مركة معين مبدئيا التراكر بالنسبة للإيفيكو برضه عشان يعني أكون محدد مع الأخ الكريم هي العربيات اللي هي نقدر نقول عليها بتبقى مصممة بحيث بحيث انها تقوم بأعمال خاصة زي مثلا عربيات اللي هي بتبقى شايلة خلطت اسفلت قاسب بتبقى شايلة خلطت خرصانة زي العربيات اللي هي بتبقى مصممة بحيث ان هي تقتر دي القلب تقيل وبيتقال عليها هنا اتكلمنا في الموضوعات قبل كده في حلقة ممكن تكون قديمة شوية حسب لكم مثلا اللينك بتاعها تحت بتقوم بأعمال بيتقال عليها نقل استثنائي استثنائي حسب الوزن مش حسب الحجم اللي حسب الحجم طبعا دي ممكن تقوم بها عربية عادية يعني ممكن عربية عادية تبقى شايلة حملة الابعاد بتاعته ابعاد ابعاد كبيرة على غير المسموح به بيتقال عليها نقل استثنائي بالحجم العربية اللي هي بتبقى نقل استثنائي بالوزن يعني بتشيل وزن بفوق الوزن المخصص او المسموح به ديت ما تنفعش ناتب عربية عادية لازم بيبقى فيها يعني مواصفات خاصة زي ما احنا شوفنا في الفيديو حسيب لكم فيديو صغير كده نشوفه مع بعض بحيث نوضح الفرق الاول وبعدين نكمل كلامنا مع بعض ان شاء الله طبعا اللي معدية دلوقتي او العربية هنشوفها مع بعض الاستراليس العادية ملاحظ طبعا الخفاتها عن الارض والديفرانس العادة بتاعها دلوقتي هتعدي عربية اللي هي يعني موازية للتراكر بس الموديل الجديد اللي هي الكابينة الجديدة بنلاحظ طبعا العربية مرفوع عن الارض مرفوع عن الارض بحكم ان اللي هي مقلوب في نفس الوقت الديفرانسات اللي رجبة فيها ديفرانسات اللي هي فيها تبطيق في اللبنة فده طبعا اهم الاختلافات بين العربية الاتنين زي ما شوفنا الفرق من العربية الاتنين العربية الاولانية عربية عادية جدا اللي احنا بقى سواء كانت هايوي سواء كانت الاسوي الجديدة سواء كانت الاستراليس القديم من اللي هو الاسبيسوي ايا كانت اللي هي عربية واحدة وكبين واحدة كلها اختلافات بتبقى في حاجات بسيطة جدا من ناحية المظهر من ناحية الموتور لا الموتور فيه اختلافات من جيل الى جيل بيحصل فيه اختلافات وان كان هو كله كورتسور لكن فيه اختلافات عن طريقة تحقن الوقود السائل اللهم صلى الله عليه السيدنا محمد القدرة الحسنية واشياء اخرى عشان الوقت اعمل عربية اللاب او عربية بتقوم بجر او بحمل احمل تقيلة على خلاف العربية العادية لازم اول حاجة طبعا اجهزة التعليق بتبقى مختلفة اجهزة التعليق بتبقى ايه معلش القطة دي ساعة شوية وهيت يعني مع معلين خلينا في موضوعنا اللهم صلى الله سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ايوه بتبقى العربية مصممة بحيث ان هي يعني تعليق بتاعها قوي يتحمل الوزن اللي هي هتشيله زيادة دي اول حاجة تاني حاجة احنا محتاجين طبعا قالت جر قالت جر تجر الحمل اللي هي هتشيله فطبعا العربية بتبقى بطيئة ما بتبقاش سريعة يعني مثلا دلوقت العربية اعنا افترض انها دلوقت الهايوي مثلا او الاسوي الجديد انت ممكن تبقى ماشي بيه تسعين يعني على اخر محدد السرعة ومحدد السرعة برده كنا احد الاخبال الكرام سألنا على ايه ازاي نتعامل معا او نلغيه هنبقى نتكلم في الموضوع ده جيه على بالي يعني ايه فطبعا على بتلاحظ ان انت ماشي تسعين والعربية جابة معاك مثلا ماشي 1200 لفات موتور يعني انبير لفات الموتور معلم معاك على اتناشر ده في الغالب في مع زميل عربيات اتناشر او اتناشر وحاجات بسيطة ده بالنسبة اللي هي الموديلات الحديثة الموديلات القديمة كان بيبقى مثلا اعلى من كده شوية اربعتاشر ايه تلتاشر ايه تلتاشر وشرطة ايه انا كنت راكب عربية سكانية مية اربعة وعشرين كانت افتيكرة موديلة 2001 كانت ربعمية وعشرين حصان ايه كانت بتجيب التسعين على 1500 لفات موتور 1500 لفات موتور ايه فطبعا كل مدى بيسرعه وقال تتجار بحيث ان الراجل اللي بيستخدم العربية دي اتعايز ان هو يعني بيشيل وزن مناسب وفي نفس الوقت عايز يوفر في الوقود ومش محتاج ان هي تبقى لتتجار بطيئة هنيجي احنا دلوقتي نتكلم على العربية زي كده لا ده هي اساسا غير مسموح انها تمشي بسرعة العربية العادية يعني برضو كنت عامل حلقة قبل كده اتكلمنا فيها عن موضوع النقل في الحاجات دي اتحاسب لكم اللينك بتاعها تحت القلبات ومشاكلها وبتاع العربية ديت اساسا في الاساس سرعيتها داخل المدينة 40 وخارج المدينة 60 يعني خارج المدينة وهو محمل ما ينفعش يمشي اكتر من 60 ما بتطلعش على الطرق السريعة يعني محدش هنا في اوروبا بيشوف على الطرق السريعة الا اذا كان معها تصريح خاص يعني فيها مرحلة عمل بتتطلب ان العربية ديت تمشي على الطرق السريعة فقالت الجارة بتاعتها بطيئة هيبقى احنا عندنا اول اختلاف اللي هي الارتفاع العربية عن الارض قالت الجارة بطيئة فده يبقى تطلب مني ان انا اركب جيربوكس بطيئ كمصمم عربية يعني او منتج عربية وفي نفس الوقت الديفرانسات لازم تبقى بطيئة ولازم طبعا فيه شرط كمان احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده اللي هو في حلقة اللي قلنا فيها الفرق بين الديفرانس الاوروبي او بمعنى اصح الديفرانس اللي فيه تبطيئ في اللجناب والديفرانس العادة لازم يقراكب فدفرانسات فيها تبطيئ في اللجناب عشان احقق الشرط ده اللي هو المسافة بين الارض والنقطة الاكثر انخفاضا في السيارة اللي هي بتبقى بطن اللسيه بطن المحور الامامي وبنقول عليها في مصر البطيخة بتاع الديفرانس او الفرغة بتاع الديفرانس والارض ففي الاوروبة بتبقى بقدر ان انا اتعامل معها واعمل تبطيئ جيد لو انا هعمل تبطيئ جيد في دفرانس عادة هيبقى التبطيئ كله في الترس والبنيون فطبعا هتكبر من الفرغ هتكبر مني اوي فبالتالي مش هقدر احقق الشرط بين النقطة اللي هي المسافة بين الارض والنقطة الاكثر انخفاضة بالنسبة المحور الامامي المحور الامامي هنقدر اعدل فيه ما انا عايز لان فيه اكتر من شكل المحور الامامي فيه المحور اللي هو بنقول عليه ابوباطن اللي هو اللهسية العادي بتاع العربات العادية فيه المحور العدل زى اللي كان مسلا براكب في العربات المن بوز بتاعت زمان لو حد يكتر.. يعنى القلبات المن اللي كانت البوز فيه المحور المقلوب اللاساه المقلوب بيبقى يعني يكاد يكون البطن بتاعته لفوق فدية كلها في المحور الامامي ما عنديش مشكلة وطبعا العربات اللي هي تبقى فيها جر امامي بركب فادي فرانسي كمان فيه تبطيق في الاجناب فما بيبقاش عندي مشكلة في الحاجات دي بالنسبة للمحرك المحركات واحدة المحركات اللي راكبة في التراكر في الهايوي العادي اللي هو العربات الطريق او الاسترالس بجميع نوعه المحركات واحدة الجيل اللي بيتمه انتاج من المحركات واحد اللي هو المحركات الكورسور اللي 10 وال11 وال13 وحاليا حصل فيه اتجاه انهم الكورسور العشرة ما بقاش ينتج حبقى ردوكم الموضوع دي ما بقاش ينزل في العربات الجديدة الاس وي مش نازل فيه عربيات عربيات عشر نازل 9 كورسور على معزون 9 وكورسور 11 وكورسر 13 ده اللي هي الاس وي جديد فطبعا بيختار المطور حسب طلب العميل بقى لكن طبعا بيكون محرك يعني يتناسب مع الطبيعة العربية بنيجي دلوقت المحرك كلمنا فيه بنيجي دلوقت الجير بوكس الجير بوكس بتالعربية ديات بيق وطيق بيقى السريع بيق برضه فيه طبعا منه اللي هو السيمة اوتوماتيك اللي بيتقال عليه تعبير ادق يعني اللي هو اوتوماتيك هو مش اوتوماتيك الفتيس بطبيعة فيه غوائش وفيه تروس ونفس الميكانيكا بتاعت الفتيس المانوال بتاع زمان لكن بيبقى راكب عليه قطعة بتخليه انه هو يقوم بعمل السائق حتى في دوست الدبرياج يعني ملهاش دواست الدبرياج صحيح لكن فيه ديبرياش فيه كوز ديبرياش وفيه استوانا وفيه ديسك وفيه فلام وفيه كل حاجة لكن فيه جزء الالكتروني يركب على الجيربوكس هو اللي بيقوم بمثل هذه العملية فالجيربوكس في الحالة بيبقى بطيق ما بيبقاش الجيربوكس العادي بتاعنا بيبقى الجيربوكس بطيق وطبعا العربية متبطقة كمان فدهت الفروق اللي بتبقى فيه طبعا عندنا فيه الشاسي الشاسيخ بيختلف اللي حميهت الشاسيخ نفسها بتختلف من التراكر للعادي التسليح لشاسيخ بتختلف من التراكر للعادي فطبعا دهت يعني الفروق الشياعى والفروق اللي احنا كناس مستخدمين للعربية نقدر نحنا نشوفها أشككم في فيديو جاي إن شاء الله وأتمنى أن أكون غطيت الموضوع السلام عليكم